شو ما فتعينا هاي الحالي وخلي القصة ياه أبو سقر أبو سقر طلع هون أخوي أبو سقر طلع 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 هون شو مكتوب في الورقة هاي 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 واحدة طالبة عريس طالبة عريس بس عطي شروط طلع شو بتقول إذا العريس بطبخ أيوه إلو خصم من المهر أربعين بالمئة ياه السلام ياه السلام وشو الشرط الثاني الشرط الثاني أخوي أبو سقر إذا بحب المشاوير وظروا على المولات يعني يقضي كل حياته في المولات إلو خصم سبعين بالمئة ياه السلام ياه السلام والله ممتاز وظل شروط يا الشمعة آه في شرط أخير هون بقول لك إذا بحب السفر ياه كل شعريهم يعني كل شعري هاي البدا تتجوز بدك الصحيح شروط عادلي طب افرض هاي يلمي اللي جاي الجوية لا بيعرف يطوخ ولا بيعرف يلف في مولات يظل طنهار وبتنطط بين المولات ولا بيعرف يسافر هذا شو شرطه هذا أبو سقر هذا شرطه أنه لازم يدفع المهر كل أول شهر ولا بيعرف يلمي نواكل كل شهر وديدفع كده في أبو سقر هذا لازم يدفع لأنه هذا اسمه تجديد اشتراك اشتركوا في القناة